أنا و إياك نختلف على رأي أي هذا الرأي لو خذيناه في رأيك يعطينا إضافة في المجتمع و لو خذيت في رأي يعطينا إضافة في المجتمع بس أثنين نماشين لجدام مو واحد راجع بالعكس يردنا لي وراء و إحنا الآن متعاكسين يعني لا يجب أن نكون متعاكسين أنا أقول لك يجب أن تكون هناك كل الأطياف و التيارات المختلفة في الرأي و لكن متوجهة إلى البناء لا يجب أن أكون أنا عشان أنت من تكتل فلان أو من جماعة فلان أحط فيك الشبهات علشان أوقف مشروعك لكناية فيك و ليس نسيت الهدف من المشروع لا خلني أكمل المشروع مو شرط حبني و أحبك خلنا مشي يعني أنا أعطيك مثال يعني الصراع اللي تعرض لأستاذ جابر من المستفيد فيه محد مستفيد أنت طعنت في الشركة طعنت في الاستشاري طعنت في الهيئة طعنت و بالآخر بيروح المحاكم صحيح و المنشأة لازم تشتغل و فرحنا فيها برعاية حضرتها الصاحب السمو لما سوى الاحتفال مال عيد الوطني مثل اعتقادك لش تأخرت كل هذا الوقت؟ أقعد أقول لك هو صراع سياسي و ليس مهني يعني هو فيه خلل قد يكون فيه خلل فني و لكن داب شال هالجماهير أعتقد تلاشة كل المقاوم اللي صارت فلا يجب أن تكون أن تقضي على إنجازات و إيجابيات لأجل المجتمع العام أنا أختلف وياك زين أحسب حسابك في النقابة زين أدخل الجلسة و أدري أنك أنت بتصير معارض لي زين